المجلس العسكري فعايزتها هتستقط بالناس ادي فلوس طب هدفعها منين؟ أخير هادلوقتي من شهر فات أو لابلية رئيس مرسي والحكومة اللي تابعه قالوا ان يزود المعاشات فالنهاردة أنا بتمنى من رئيس مرسي يطلع النهاردة يقول الوضع الاقتصادي كذا ان مهما حصل مصر مش هطنهار لا الانقصاد منهار ولو استمرنا كده ستة شهر بدون معونة جاية بدون سلف بدون الناس ما تشتغل جوا مصر وضع كارثي المرور في مصر أصبح مستحيل ده بجد فانا عشان نروح مسرح لازم أخذ اليوم ده أجازة يعني أنا أو قايا نروح ندوة مهمة أو للدكتور بتاعي بنزل بالليل أنزل في أوتيل جنب عياته عشان ما تعيش أربع ساعات في العربية واربع ساعات وأنا راجع واتعصب يجب عدم التصرع في إصدار القرارات ويجب الشفافية خليكوا هاديين قولوا القضية دي ما درسنهاش ما حددناش هنعمل إيه في الموضوع الفلاني موقفنا من الفن إيه ترجمة نانسي قنقر